اشتركوا في القناة المكتب أوضح في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب أن هذه الصادرات أسهمت بالثلث أي بزائد 35% في ارتفاع إجمالي الصادرات وأكد المصدر ذاته أن المبيعات نحو الخارج لقطاع السيارات عرفت ارتفاعا بنسبة 33% سنة 2022 مقارنة بسنة 2021 ويعزى هذا النمو لصادرات منظومة البناء بزائد 15 مليار درهم فاصلة 7 ومنظومة الأسلاك الكهربائية بزائد 7 ملايير درهم فاصلة 3 أفادت المديرية العامة للدرائب أن صافيا لإرادات الضريبية بلغ 178 مليار درهم فاصلة 1 سنة 2022 أي بزيادة نسبتها 16% مقارنة بسنة 2021 المديرية أوضحت في تقرير حول أنشطتها لسنة 2022 أن تحقيق أهداف قانون المالية لهذه السنة بلغ أو لسنة 2022 بلغ بذلك 109% كما أوردت تقرير أن صافيا لإرادات لسنة 2022 برسم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع بلغت تواليا 65.66 و50.84 و29.1 و22 مليار درهم فاصلة 06 مضيفا أن حصصها بلغت تواليا 37.29 و16.12% أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأنه تمت مراجعة النسبة الإسمية لخطي السنتين الخادع للمقايصة على معدل سندات الخزينة لمدة 13 أسبوعا نحو الارتفاع وأشارتي المديرية إلى أنه تم بناء على ذلك رفع النسبة الإسمية بعشرين نقطة أساس لتنتقل من 2.95 إلى 3.15 ارتفعت أسعار والذهب اليوم من أدنى مستوياتها في شهر واحد التي سجلتها في الجلسة سابقة مع انخفاض الدولار وعوائد السندات قبل يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي قد تقدم مواشرات عن مصار رفع أسعار الفائدة هذا هو أصعد الذهب في المعاملات الفورية بسفر في 100.3 إلى 1930 دولار للأوقية فصل 37 بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليوز عند 1922 دولارا للأوقية يوم أمس كما زادت العقودة الأمريكية الآجلة للذهب بسفر في 100.2 إلى 1964 دولار للأوقية فصل 50 نهاية النشرة الاقتصادية لليوم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله نهاية النشرة